أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاطرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رذيا يا زكريا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عطيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرد للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أهتا لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رديا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صلما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قديا الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي ظلام وكانت امرأتي عاطرا وقد بلقت من الكبر عقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساقق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبار شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساقق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أغتالي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ منه ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاطرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بضيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت دفن تبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صرما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبغى بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قديا الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاطرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رذيا يا زكريا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلابا زكيا قالت أنا يكون لي غلابا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبار شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رديا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنى أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت بفن تبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صلما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العذب مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رديا يا زكريا يا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساقق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صلما فقولي إني نذرت للرحمن صلما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أمك رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصد ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي ظلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عطيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلام زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساقق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أمك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أهتا لي الكتاب وجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ منه ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصوني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبغى بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رديا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنى أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت بفا تبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رديا يا زكريا يا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاطرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندرت للرحمن صلما فقولي إني ندرت للرحمن صلما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصوني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء لي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رديا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا قال رب أنا أكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد ملقت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبغرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرطيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تطيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع من نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع من نخلة تساطق عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطى لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرغا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولا من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يألوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوما حسرة إذ قدي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا